بس الفكرة انا عايزة وضحها ان في الوقت الحالي لم الشمل هي كارثة محققة احنا بنواجهها هنا في النمسا الناس نفسيتها تحطمت يعني انا بيجيلي ناس حرفيا بيبكوا وفاتوا بدوامة اكتئاب رهيبة اللي بقاله اربع سنين ما شافش عياله واللي بقاله خمس سنين واللي بقاله ثلاث سنين واللي جاله اولاد وهو في حياته ما شافهم لسه يعني الوضع حاليا صعب جدا 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 الاجراءات معقدة كتير ولم الشمل مش بسهولة واللي بياخد حماية سنة زي الاغلبية ما بياخده ما بيقدرش ان هو يعمل لم شمل فعشان كده لازم الشخص يكون عنده اسباب لجوء قوية جدا في الوقت الحالي ما عادش يقول اللي انت عايزه هتاخد لجوء قبل كده كان بس يجي تعال اقول انا سوري ويحكي اللي انت عايزه هتاخد لجوء وعمل لم شمل دلوقتي ما بقاش في الكلام ده طيب في حالات كتيرة برضو ناس قبلتها يعني لما كنا بنتكلم انه اللي هو بيبقى واخد حماية سنة لكن معاه شقة وشقة كبيرة شغال والدخل بتاعه كويس جدا ورغم كده مش عارف يجيب اسرته اذا كانت في سوريا او في بعض الناس جزء الاخر من الاسرة موجود في تركيا وبيضطر انه هو يعني بيبعت لهم مصاريف يعني هل مش من الاجدة بالنسبة للحكومة ان الشخص المستقر وعنده بيت عنده عمل مستديم وعنده دخل كمان هو لو اسرته موجودة هنا الفلوس اللي هو بيستقطعها عشان كان هو فاتح بيتين هو بيمسؤول عن نفسه هنا وبيبعت فلوس لأسرته في تركيا او في سوريا او في اي ان كان في المكان اللي موجودين فيه مش من الاولى لو هو اسرته تلمت معاه الفلوس دي هتدخل في البلد واصرفها يصرف الفلوس هنا يعني لو احب يبعت 700 او 800 او ايرو لأسرته عشان تعيش في تركيا مش من باب اولى انها هتفضل في النمسا وهنا نعمل عملية رفع الاقتصاد النمساوي هو انا يا دكتور ممدوح انت كويس انت صرت النقطة دي لاني في ناس كتيرة جدا لما بيقولي بيقولي ليه الاجراءات كده ولم الشمل وهكذا فبقولي يعني ان حاليا بقى فيه اعباء كتير على دولة النمسا واللي بيجيب ما بيجيبش واحد ولا اتنين بيجيب عدد كبير فده بيكون عبء مدي عبء على الدولة كل شيء من ناحية المساعدات فيه ناس بتيجي بتقولي ناس كتيرة انا شغال وعاوز اجيب اسرتي على حسابي وانا مستعد ان انا تعهد للدولة ان انا مش اخد منهم اي مساعدات لا ليه ولا الاسرتي ولا لاي شيء يعني وصلت ده حل كمان طبعا كتير كتير حالات كتير بيقولي انا مستعد ان انا امضي للدولة واكتب لهم تعهد انا مش عايز منهم يورو انا شغال وعندي بيتي وانا بس يجيبوني اسرتي تبقى معايا هنا بامان للأصف